خليني هنا هاختلف شوية مع دكتور جمال ومع ناس كتير واختلف حتى مع نفسي من عشر سنين او اقل قليلا انا كنت اظن دائما ما يعني نتحدث فيه دائما انه اصل دخلت ثقافات علينا ما هيش الثقافات النهرية او الثقافات الزراعية بتاعة الدول لزا مسألة مش كده طبعا خلص ليه واحدة واحدة هو مصر عد عليها كم ثقافة وكم حضارة جت من بره طيب يعني على سبيل مثال انا مش هقولك مثلا الفرنسويين لما دخلوا مصر ستقول قعدوا ثلاث سنين فمخلوناش فرنسويين يعني طب الانجليز قعدوا 74 سنة ما بقناش زي الانجليز ليه طب الطلاينة جم حكمونا ايام الدولة الرومانية ما بقناش زي الطلاينة ليه طب الاغريق حكمونا فترة ما في وقت يعني ما بعد الاسكندل الحكم البطلمي ما بقناش يونانيين ليه بمنطقة البساطة جزء من عبقرية المصريين انه هم بيلفظوا كل ما هو غير ملائم عارفك انه بيلفظوه ازاي ولا لا عن طريق التمسك بالثقافة الاصيلة بتاعتهم فان وجدوا ما هو ملائم ومفيد ودافع للامام خدوه لقوا الحاجة دي ما تلدش عليهم بالبلد كده يلفظها فورا طيب السبعينيات ثم تمانينيات انا هنا اقدر اقولك بمنطقة البساطة القصة مش ثقافات وافدة لا القصة كانت في غياب مؤسسات في الدولة اصلا يعني تيجي تقدر تقولي كده يا ترى هل ترى الدولة في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت بتقدم ايه في السينما يعني حضرتك كنت تتفرج على القوام العام للانتاج السينمائي المصري بتتفرج على ايه ايه كلام فارغ القوام العام تعمل بقى استثناءات طلع بقى مثلا والله ده افلام عاطف الطيب ماشي اه مش عارف افلام بعض افلام يوسف شاهين مش كلها بالمناسبة ايه في افلام انا بحبه وفي افلام ما بحبهش بسمك منزوء يعني بس ماشي اوكي يوسف شاهين والله ده في افلام بتاعت داود عبدالسيد فيه ما بعد ذلك اللي هو الجيل بتاع عاطف الطيب او افلام بقى واقعية جديدة ومدارس مختلفة بعد كده ردوان الكاشف الله يرحمه وهكذا فانه هنا بتكلم على الاستثناء ده انه هنا بتكلمك على الانتاج السينمائي بس طب والانتاج الغنائي كلام فارغ طب هو الدولة اهتمت بالتعليم من السبعينات لحد 2014 لا وانحنا بنعاني دلوقتي ليه عشان انا اللي غبت بص انا دايما انا هنا بقول بص طبعا دي مش دكتور جمال انا بتكلم هنا مع المشاهد بشكل عام نبطل ان احنا نقعد نعلق على الشماعة وهم اصل عمله الانجليز الامريكان البطيخ السؤال انت فين انت انت فين يعني هو كل الناس قاعدة بتشتغل ضدك وانت قاعد كده متفرج تبقى انت اللي غلطان انت اللي مستسلم عمل زي واحد ماشي في الشارع جي واد هبده علقة بس انت حاطي وقف جنبك وعملت تتلطش تيجي تقول لي اصل الواد غلطان ما هو غلطان انت دفعت عن نفسك لا قاومت لا تبقى انت غلطان زي بالزبط فانت اللي جيبته لنفسك تاني مؤسسات كانت غائبة لكن عندك ثقافة كما يجب ولا عندك تعليم كما يجب ولا عندك تعليم عالي كما يجب ام اللي انهيارات يا راجل يا مؤمن حضرتك رحت انتخابت الاخوان في انتخابات مجلس النواب يا راجل يا مؤمن رحت جبت اخواني يبقى رئيس مصر مش انت اللي رحت الصندوق ده معناه ايه معناه انك ابيض ابيض هنقعب بقى نعلق اصل الثقافات انت اللي سبت الدنيا تاني مدارس لازم نركز اوي احنا بنده ايه للعيال في المدارس مؤسسات وهيئة ووزرات تعمل على الثقافة العامة للشعب سواء اذا كانت بقى انا هنا بتكلم على مؤسسة اي داخل الحكومة او مؤسسات صناعة فكرية الى اخيره ما ينشر وما ينتج وما يقدم وما يقال الاخ 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 بيت لازم يلتفت الى انه اهم استثمر في حياتك هو العيال دي اصلا احنا مشغولين بلقمة العيش طب انت مشغول بلقمة العيش وسبت العيال نهبا لكل من هبى ودب عبس في افكاره فقدى الى انه عايل تافه حقير يجي يقولك يا طرح كانت لابس ايوه يا نزده من الميكروبوس بجد بجد يا طرح كانت لابس ايوه يا نزده هو ده المبرر ثق ان العيال ده طبعا هو فرخ بداية لمجرم تاني ممكن يقتل بنت تانية او يتحرش ببنت تالتة او يغتصب بنت رابعة ما هو عنده المبرر هو شايف من وجهة نظره ان هناك مبرر ما لابسة ايه مش لابسة انت مالك انت لابسة ايه قالت ايه ما قالتش ايه قالت ايه رايحة فين طلع السعكام نازل السعكام انت مالك لا خلي بقى يا روز تقولي اقوله لا اخدك خدي مالك يا روز اول ما تقوله الوقت لا 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 انا اختي مش كده خالص يا مهاريس ودي يعني انتو ملايكة واحنا الشياطين هو طول الوقت كده ما هو ده اللي يخليك بقى تستحل اموال ناس بدافع اه مش مسلمين طب و لما يطلعوا مسلمين قصدو بيصلوا في مساجد الضرار مش دي الفتاوة اللي كانت بتطلع مش ده كلام العمدة في اعداد العدة هو اللي قاله في العمدة في اعداد العدة جاي من اين جاي من افغانستان ده من عندنا في الصعيد حين يرزق حتى هذه اللحظة الدكتور فضل الدكتور سيد امان هو ادبيات داعش مين اللي عملها مصري الحكايمة من اسوار انت يبقى احنا لازم نقعد نشوف اعادة البناء الفكري بتاع المصريين هيتعامل فيه ايه احنا عندنا مصيبة اكبر بكتير من جريمة قتل احنا عندنا مصيبة هنا ومصيبة في رحضة